كشف انقلاب سبتمبر عام 2014 عن يمن بلا جيش وخلال السنوات الثلاث الماضية تشكل جيش وطني استطاع تحرير الكثير من مناطق اليمن تحت راية الشرعية لكن الجيش الوطني يواجه حاليا الكثير من التحديات بعضها متعلق بالموارد المالية واخرى مرتبطة بفساد بعض قياداته لكن اخطر تلك التحديات تكمن في انشاء ميليشيات عسكرية تقع في نطاق الشرعية ولا تدين بالولاء لها اضحت تلك الميليشيات مصدر قلق لكثير من اليمنيين خصوصا وان بعضها يتلقى الرعاية والدعم من اطراف في التحالف العربي وبنظر مراقبين فان قيادات في الجيش بدأت تستشعر خطورة تلك الميليشيات على مستقبل الجيش الوطني مع استقبل الامارات لقيادات عسكرية تابعة لنظام المخلوع صالح مستشار الرئيس اليمني للشهون العسكرية محمد المقدشي في مقابلة مع صحيفة القدس العربي حذر من خطورة المحاولات الرامية لفتح جبهات ضد الانقلاب خارج اطار الشرعية وقال في اشارة للتحالف ان خطر تلك الميليشيات لن يكون على اليمن فقط بل حتى على دول الجوار يؤكد المقدشي ان الشرعية تمتلك جيشا قويا ولديه خطط جاهزة لطرد الانقلابيين من صنعاء واليمن كلها وبحسب المقدشي فان الجيش يتحرك في البيضاء بهدف تحرير ذمار ثم اب وصولا الى صنعاء الوقائع الميدانية والسياسية تشير الى ان الجيش الوطني يقاتل بامكانات عسكرية اقل من امكانات الانقلابيين ولكنه في الوقت ذاته يلقى الخذلان من دول التحالف التي تدعم تشكيلات عسكرية خارج اطار الشرعية وهو ما جعل كثيرا من اليمنين يدقون ناقوس تحذير عنوانه الجيش الوطني في خطر موسيقى اشتركوا في القناة